صباح الخير مشاهدينا أوقات كتير من لوم مواقع التواصل الاجتماعي لما تحمل من سلبيات ولكن ما بنعرف أنه فعليا ممكن استخدامها بطريقة إيجابية تقدر أنها تفيد الأشخاص وتفيد كمان اللي حواليهم اللي ممكن أنهم يوصلوا لهذا الموقع موقع التواصل أكيد أو البيج اليوم معنا سارة يونس هي بلوغر وعندها صفحة على انستجرام وعلى فيسبوك اسمها طبعاً لما قلت لها طعنا بالأمهات قلت لي بالأمهات وبأكثر من ذلك خلينا نعرف من خلال سارة عن هذه الصفحة طبعاً خير صباح الخير كيف حارة شكراً لكم مستدفتوني معكم أهلاً وسهلاً فيك أهلاً فيك الدين مهم أوقات كتير الواحد يستخدم أي شيء يعني أي شيء احنا بحياتنا ممكن نستخدمه بطريقة سلبية يعني المي اللي هم بقولوا أخصائيين التغذية إنها من أفضل الأمور اللي لازم نركز عليها إذا زدناها ممكن فعلا نصاب بالتسمم يعني فنفس الشي مواقع التواصل الاجتماعي أنت استخدمتها واخترتها لا تقدر تفيد فيها الأشخاص خلينا نحكي عن أول إن وان مام كيف بلشت فيها سارة طبعا مبدئيا كمجتمعنا فكرة أن الأم لازم يضلها أم ولازم كل اهتمامها يتمحور حولين بيتها وأطفالها لا نقول إنه ما تهتم فيهم بس برضو هي إلى حياتها المفروض إنها تقدر تغطي كل شيء بحياتها تحقق اتزان كل شيء بحياتها وتثبت حالها لأنه إذا أثبتت حالها أطفالها حينموا ببيئة سليمة حينموا واثقين بنفسهم لهيك مرة فترة أنا بشتغل بشتغل فترة طويلة وعندي بنتين الله يخليهم نيرا شكرا فمرأة فترة بيسيبني اكتئاب أنه عم بشوف على السوشال ميديا وعلي حوالي أنه ما عم بلحق عكل إشي وبحس أنه المجتمع عم بحط علي الضغط أنه ما عم بتلحق عكل إشي باكتئاب بشوف أمهات تانية لا حاطين كل وقتهم لأطفالهم أطفالهم عم بميوا بشكل سليم فحبيت أوجه رسالة للأمهات أنه مش لحالكم عندكم ناقص كنا عندنا ناقص نحن بعيد عن المثالية الناس اللي عايشين بمثالية زائدة هم اللي عم بحطوا علينا الضغط هم اللي عم بحطونا باكتئاب بالضبط فلهيك حبيت منصة أول إن وان مام ليش؟ لأنه أنا مثلا باهتم شغلي باهتم بحالي باهتم بأولادي باهتم ببيتي في أيام الشياء بتنقص يعني في أيام بتراجع بشغلي في أيام بتراجع بوظائفي بالبيت في أيام ما بقضي كتير وقت مع أطفالي فلهيك أنت أول إن وان أنت المفروض تغطي كل إشي بس مش مية بالمية مش لازم تكوني بيرفكت بكل إشي بتقدر إتماس هواياتك وبتقدر إتشحيها مش مثالية بشكل سعيد طب سهرة لما مثلا قررت أنك تعمل مثل هاي البيتج شو كانت رؤيتك للموضوع؟ يعني هلأ أنت مش متخصصة لا لايف كوتش ولا مثلا خبيرة اجتماعية ولا يعني كل الأمور التخصصات اللي لها علاقة يمكن بالتربية والأسرة وهي الأمور أنت حدا عم بيحكي تجربته بكل صراحة وزي ما قلت في ظل التصنع وفي ظل يمكن العالم الإفتراضي اللي عم بيعيش هنا فيه فعلا المزيف أحيانا اللي بشكل ضغط علينا صاروا الناس كلها يعتبرت تصير موديل زي اللي بيشوفوهم فالأكل حتى ما عم بيعرفوا شو يأكلوا زي ما قلت أنت كيف بتطلع بتقولي كيف هاي أم وعند هالولاد وبتشتغل وهالقدم رتب حالها وحاطها ميكب فكمان بتنضغطي أنت فأقولي لي لما بلشتي بلشتي على أي أساس بلشت على أساس الشغلات اللي بعرفها وأنا متميزة فيها وصديقاتي مثلا بيقعدت صديقات أمهات زي زيهم نرعد نسأل بعض نتحور يعني مثلا أنا عندي بنتين البنت الكبيرة غير عن البنت الصغيرة يعني البنت الكبيرة عن عمر سنة سنة بلشت تقرأ يعني بلشت تقرأ أحرف بعدين ع سنتين بلشت تقرأ كلمات هذا الحكي نعم نشوف بناتك اللي يحميهم هذه مثلا واحدة من المقالات اللي بكتبها عن اليوميات كيف مثلا وقت قبل النوم بنقضي ضحك ومزح بعدين كلهم بيأكلوا بهدلوا وبينأموا هنا مثلا عن الابليكيشنز لأنه أنا تخصي ايتي بحب الابليكيشنز كتير فبحكي عن الابليكيشنز كيف ممكن تساعدنا أنه نظموا أثناء على الموبايل الابليكيشنز للأطفال بتنمي اللغة بتنمي قدرات معينة هاي كلها بوست بحطها على البلوك تبعي على الإنستجرام على الفيسبوك وبرضو كمان أي شي أنا جربته أو سألت صاحباتي واستفدت منه وساعدني بحياتي بحطه مثلا واحدة من صديقاتي نصحتني نصيحة أنه مثلا أطبخ كل طبخات الأسبوع يوم السبت لأنه بقي الأيام الأسبوع تفكير بالطبخات هذك والبعد الطبخ والجاني برضو هذك فلا تتصوري هاي نصيحة قدي فادتني وكتبت عنها وبشكر صديقتي طبعا نصيحة أي فايدة أنت بتجربيها أو ممكن تعرف فيها بتنشريها للأشخاص الأعضاء يمكن عندك أو الفولوورز اللي عندك ليقدروا هم يستفيدوا منها كيف الإقبال؟ أول شي قديش هاي البيج مثلا أو البيجز اللي عندك سواء فيسبوك أو انستجرام غيرت بحياتك كتير قديش كمان الفيدباك أو تغذية راجعة من الفولوورز هلا موضوح هذا جدا غير حياتي يعني أنا مش من زمان مبلشة من شهر تقريبا نحكي سبعة 2019 كبرت الصفحة بشكل كبير يعني كانت من زيرو فولوورز هلا أصارت نحكي فوق الـ 18 ألف على الفيسبوك أو على الإنستجرام كمان أنا بدخل الجمهور معي بحياتي يعني أنا مبارح واجهت مشكلة مع إلينا كانت مع بنتي الصغيرة نشرت قلت لهم أنا عندي هاي المشكلة ساعدوني فيها نحن نعرف أكثر عن هاي المشكلة وبالتفصيل ونعرف شو الأجواء الجميلة مع بناتك كمان وكيد بتفيدي فيها الفولوورز بس بدنا نروح فاصل سارة ونرجع مشاهدينا سارة يونس خلينا نروح لفاصل وبعدها نرجع نكمل حديثنا معها موسيقى مشاهدينا قبل الفاصل كان لنا حوار مع سارة يونس بلوغر وصاحبة بيج اول ان ون مامز على الفيسبوك وعلى انستجرام تردشنا أنا وسارة وحكينا أنه هذه البيج أكيد هي عملتها كونها أم لطفلتين وقدرت أنها تحط كل خبرتها من خلال كونها أم كيف تتعامل مع الولاد كيف تقدر الأم تهتم بحالها كونه السوشال ميديا يمكن صارت شوي أكثر تزييف وأكثر ضغطة على الأمهات تحديدا وخاصة اللي بيشتغلوا يمكن كمان بر بيوتهم رح نكمل حوارنا مع سارة صباح الخير من الجديد يا سارة صباح النور طبعا كنت بتحكي لنا أنت عن بنتك الصغيرة قبل الفاصل فكملين لنا القصة اللي كنت عم بتحكي لنا إياها هلا مبارح مثلا كان عندها جمناستيك كلاس كانت أسبوع الماضي أول درسك تلعب جمباز؟ أول درسك كان أول حصة لها وكانت كثير متحمسة التينتين سجلتهم لارة كثير متحمسة وإلينا كانت كثير متحمسة برضو بس مبارح كانت بديش ألعب نعسانة تعيّت خايفة فحطيت سؤال مثلا للجمهور إنه يساعدوني ليش هي خايفة فكتير أجتني تفاعل كتير أجاني أسئلة وأسئلة واستفسارات إنه ممكن صار معها إشي مبارح يمكن صار معها إشي مبارح فمش بس أنا بقدمهم بخبراتي برضو بس ألهم عن مساعدة يعني هي وسيلة للتواصل مع كل الأشخاص اللي بيعيشوا نفس ظروفك وبيعني تفاصيل الحياة للعلاقة بالشغل والأولاد والأطفال ومشاركتها معهم من خبرتك أكيد وإذا في فايدة كمان عم تعرفيها أنت بتقدر تنشريها هم كمان بيعطوك هاي الخبرة سارة معنا فيديوز يمكن قلتلي تحت الهواء هالفيديو لها علاقة بكيف علمت بنتك القراءة صح؟ مضبط نشوف الفيديو أبو عداي خلنا نشوف الفيديو يالا هاد برافو هاد برافو هاد برافو هاد هاد برافو هاد برافو هاد 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 دمه خفيف كمان الفيديو ما شاء الله الله يحب يعمل كان أحد زملائي عم يسألني أنه كيف بدك العلمي بنتك القراءة فصورت الفيديو كان بالصدفة وانتشر كثير على اليوتيوب كيف استفادوا منه ناس مثلا مش قادرة تعرف فعليا كيف ممكن يتعلم ولادها القراءة خاصة ما بنحكي عن الأمهات لأول طفل كتير وخاصة صديقاتي يعني اللي حوالي هادول بقدر أخد منهم في باك دايريكت وبرضو في صبايا عم يبعتوني مسجز عم بيسألوني عن التكنيك عم بيسألوني عن الشغلات تانية أنا ما بيتبع أسلوب معين أسلوب الحب أسلوب المرح أهم اشي وبرضو عشان هم ما يصبهم اكتئاب قلت لهم هادول أسلوب ما نفع مع بنتي التانية بنتي التانية كثير تحركي وما نفع معها مش لازم نضغط عليهم نشوف ميولهم الكبيرة كانت تحب تعود وتحب الشغلات اللي فيها تركيز اللي فيها حكي لصغيري أبدا لا فما تكتئبوا إذا ما زبطت مع أولادكم لأنه أنا واحدة زبطت الثانية ما زبطت برضو بيجيني فيدباك أسئلة بجاوب عليها قد ما بقدر هذا بيبين قديش فيه فروق بين الولاد يعني زي ما انت قلت مش كل الولاد زي بعض ومرات كتير ممكن ندخل بغلط كأمهات إنه نطبق هذا الشي على كل ولادنا بشكل نفس الشي كل واحد مختلف كمان اليوم يمكن كنا منحكي عن الله يبعد دائما كل التحديات والأمراض عن أطفالنا ولكن كنا منحكي كما دكتورة عن التوحد وكيف ممكن يظهر أعراض معينة فممكن أيضا من خلال الفيديوز ومشاركتك لهذه الأمور تنتبه باقي الأمهات إنه أطفالها مختلفة فممكن تتشاركوا أنتوا ببعض الأشياء اللي ممكن تكون سلبية عند الطفل فتتوجه لأخصائي هل ممكن كمان تشاركوا أخصائيين معينين إذا محتاجين لأخصائي تربية خاصة أو طبيب معين بمجال معين هلأ في صبايا من اللي بتواصلوا معي أو صديقاتي أو من المنصات الكبيرة مثل 360 moms and birth and beyond هذولا بنحضر معهم ساشنز نتطرق لمواضيع مختلفة وأحدها التوحد وأحدها النقص الفيتامينز عند الأطفال وصحتهم هاي كلها برضو بنشاركها بالصفحة يعني أنا مش خبيرة بهاي الأمور بس يسحلي فرصة أن أحضر أي شيء ممكن يساعدهم بشاركهم فيها تمام في فيديو كمان تاني خلينا نشوفه سارة هذا مرحلة متقدمة مرحلة متقدمة مرحلة متقدمة مرحلة متقدمة حسنا وهي كلما مرحلة متقدمة ما هذا كان hey كلاب هاي إير تايجر يعني عم نشوف هلأ صارت تقرأ كلمة كاملة بس كحفظ يعني حافظة الكلمات كشكل لأنهم بهذا العمر ما بيعرفو ما بيعرفو أنه تي وآي وجي ولو لاحظت على الكلام كلامها لسه يعني مش متقنة الكلام بعمر كانت فهي هلأ بجول عندها يعني عم تتخيل الشكل وعم تعرفو من خلال شكل الكلمة بس داحل وإنه ممكن كتير الأمهات يستفيدوا من هذا التكنيك مسلي يعني حتى المدرسات بالزبط صح والطفل بيتسلى كما بي أهم إشي تسلي يعني وانس أنك حسيت أنه في ملال وخلص بدوش لا ما تخصبي على إشي ما بدو إياه مهم أنه يكون عم بمراحة مبسوطة بالإشي اللي عم بعمله أنا بس شفت هذا الإشي مع بنتي الصغيرة الثانية إنها ما عم تنبسط هذا إشي بعضته صرت أجيب شغلات تنبسط فيها أهم إشي بننبعد عن مثالية بننبعد عن الشغلات اللي كتير بنشوفها حوالينا بتعملنا اكتئاب وما نضغط على طفلنا طفلنا نفسه هو اللي حيتأثر صح خليه مبسوط وانتي مبسوطة بضمن حدود المعقود سارة سؤال حقيقة هل مثلا بعد ما قمت بإنشاء هذه الصفحة هل حسيتي أنها شكلت لك ضغط يعني أنه أنت مضطرة بدك تصوري بدك تنزلي بدك تكتبي لك مثلا مقال أو كلمات معينة لأنه إحنا منعرف السوشال ميديا بدك تضلك دائما متواجدة حتى المتابعين يضلوا موجودين كمان تقدر تحافظ عليهم هل بشكل ضغط كونه عندك كتير مسؤوليات؟ ببداية كنت أفكر الموضوع بالضبط كنت ببداية كنت أفكر الموضوع جدا سهل بس لما صرت أقرأ عن الموضوع طلع الموضوع دراسي علم بحد ذاته السوشال ميديا طلعت علم بحد ذاتها وتخصصي بالآي تي كتير ساعدني يعني لأنه عندي عشق أنا للآي تي وللسوفتوير بالذات ساعدني كتير بهذا الموضوع كنت أجهز مثلا خطة أسبوعية للبلوغ أو للمقالات اللي بدي أنشرها ومرات الشغلات تنزل عفوية يعني حسب أنا إيش حابة وبأخذ بريكس يعني مثلا عملت فترة عملية العيني أخذت استراحة فترات بتمر زروف عائلية طبعا مش بإيدنا بقدر أخذ بريكس بس الحمد لله حسيت كل المتابعين يعني دعميني بس يشوفوني مقطوعة بسألوا ما لأخير إيش فيه استفقدناك فهذا الإشي بيحمسك أنك ترجعي ترجعي بقوة وكأنه العائلة كبرت أكيد من خلال هذه الصفحة موضوع جدا مش سهل يعني كتير قرأت مقالات وفيديوز وكتب عشان أعرف كيف أكبر حسابي على الإنستغرام وعلى الفيسبوك ولساتني لساتني بقوم بالبحث إذن صفحة سارة يونيس All in One Moms على الفيسبوك تحديدا وعلى إنستغرام يعني أنشأتها بشهر سبعة إحنا منتمنى لك كل التوفيق إن شاء الله عدد المتابعين بزيد والفائدة أيضا بتعم على كل أعضاء يمكن هالصفحة والله يقويكم أنتو كأمهات لأنه يعني مهنتكم هاي إذا بدأسميها مهنة فعليا هي 24 ساعة ما فيها ساعات دوام اللي يكون معاكم يا سارة وإن شاء الله نشوفك قريبا كمان إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر